أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع ممعرف من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لنؤمن بالله ما جاءنا من الحق ونطبع وإن يدخلنا ربنا مع القام الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت نمهر خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفر وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الزحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حللا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريد رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم مذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم نفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدقوا عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فعلموا أن ما على رسوله البلاغ المبين ليس على الذين أمروا عمل الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا متقوا أمروا عمل الصالحات ثم متقوا أمروا ثم متقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلون يا أيها الذين آمنوا لا يبلون أنكم الله بشيء من الصيد تناله ويديكم ورماحكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد أنتم حروم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلوا من النعم يحكمه ذوى عدل منكم هديا ما لغلك عبد وكفارة متعام أو كفارة تعاب مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق بال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة للبيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام الهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون ما تكتمون قل لا يستغي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبت لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حينهم ازدر القرآن تبت لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبعوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى منذر الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين أمروا عليكم أنفسكم لا يطرقوا من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم وإذا حضر حدكم الموت حين الوصية إثناء ذو عدن من فواخران من غيرهم إن أنتم ضربتم في اللغة فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخرا يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعطدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادت على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علمنا إن كانت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مرهي مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب الحكمة الطارات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كحياة الطير بإذنه فتنفغ فيها فتكون طيران بإذنه وتبرئ لك ما هو الأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني سرائل عنك إذ جئتهم بالبيناد قال الذين كفروا منه من هذا إلا سحرهم مبين وإذ أوحيت إلى الحباليين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحباليون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينسل علينا أن ينسل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم من قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لولنا وآخرنا وآية منك وارفقنا وانت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه وعذابا لا أعذبه وحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أن تقول لذي الناس تخذون يومنا إلى خير من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن نقول ما ليس لي بحق إن كنت قلده فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا يعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به نعمة الله ربي ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دبت فيهم فلما توفيت لكم فلما ترقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإن لهم عبادك وإن تغذر لهم فإنك مدر عزيز الحكيم قال الله هذا يا مينفع الصادقين صدقهم لهم جناتهم مدريمين تحت الهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض ما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وجلهم مسمى عنده ثم أنتم تمدرون وهو الله في السماوات في الله يعلم سرك وجهرك ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آياتهم من آيات رب الله كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا من قبلهم من قرنهم مكانناهم في الواضح وعلم نمك لكم أرسلنا السماع عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تدري من تحتهم هلكناهم بذنوفهم وأنشأنا من بعد مقرنا الناخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قبطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقد لمد ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبست عليهم ما يلبسون ولقد استفزئ برسل من قبل كبحاغ الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنك بالأعياب القيامة العريبة فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذني ينفض للسماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمنت أن نكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني خاف عصيد ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوميذين فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء نكبر شهادة قل الله سهيد بيني وعينكم وأوحي إلي هذا القرآن لنمذركم به من بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشكون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتر على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا وإن اشركاكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشكين انظر كيف كذبوا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم لكنتنا إن يفقه هو في آذانهم مقرا وإن يرى كلها تلعبهم بها حتى إذا جاءوك يجادرونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على الناد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدانهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهر عنه إنهم لكاذبون وقالوا إنها إلا حياتنا الدنيا ما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بعد أن قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها هم يحملون أو زارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم ولدار الآخر جخيذ للذين اتقون فلا تعقلون قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبروا على ما كذب أوضوا حتى يتاغن نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المقسلين وإن كان كبر عليه عراضهم فإن استطعتهم تبتقي نفقهم في الأرض أو سلمان في السماع فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين اسمعون والموتى بعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لو لا نزل عليه عياتهم من ربه قل إن الله قادر على أن نزل عياتهم ولكن أكثركم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم نمثالكم ما أفرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربي محشرون والذين كذبوا بآياتنا سموا بكم في الظلمات من يشأ الله يطبله ومن يشأ يجعله على سراطي بالمستقيم قل أرأيتكم من نتاكم عذاب الله أودتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنصون ما تشكون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالمأساء الضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاهم مأسنا تضرعون ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم مغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم نهد الله السمعكما بصاركم وختم على قلوبكم من الله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم من نتاكم عذب الله بغتة وجهرة أهله لكل القوم الظالمون وما نغسر المرسرين لا مبشرين ممذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمصروا العذب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزايا الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستغل الأعماء والبصير أفلا تتفكرون وأنظر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليه ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرد الذين دعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض اللي يقولوا وهؤلاء من الله عليهم من بيدنا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين أمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من أعمل منكم سوءا بجهلة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات لذا استبعنا سبيل المجرمين قل إني نهيت أن عبد المجرمين تدعون من دون الله قل لا أتبع رهباكم قد ظلت ذا وأنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما لا استعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما لا استعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبته في ظلمات الأرض ولا رطبه ولا يبشر الله في كتابه المبين وهو الذي يتوفاكم بالليل يعلم ما جرحتم بالنهار ثم بعثكم فيه لقضا جل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم ما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يسلطون ثم أردوا إلى الله مؤلاهم الحق أنا له الحق وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تطرع وخفية لإن أجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله نجيكم منها ومن كل قرب ثم أنتم دشكون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت رجلك ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإن ما يمس أنك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القام الظالمين وما على الذين اتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلنا اتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى وغرتهم لحياة الدنيا وذكر به أن تبسر نفسهم ما كسبت ليس لها بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسروا بما كسبوا لهم شرابهم من حميمهم وعذاب نليمهم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضدنا ونرد على عقابنا بعد ذهدان الله كالذي استهفض الشياطين في الأرض حيران لهو أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا ليسلم لرب العالمين وأن قيموا الصلاة اتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي يغلق السماعة والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يا وينفق في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آسر تتخذ صنا من آلهة إني أراك قامك في طلال مبين وكذلك نري براهيم ملكوت السماعة والأرض ليكون من المواطنين فلما جل عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فرقا لا أحب اللافلين فلما رأى الشمس بازغتا قال هذا ربي هذا أكبر فلما رأى الشمس بازغتا قال هذا ربي وما أنا من المشكين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا خاف ما دشغون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف خافوا ما شكتوا ولا دخاظون أنك ما شكتوا من الله ما لكم ننسل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة ناطيناها إبراهيم على قومه نصعد رجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا نوحا هدينا من قبل من ذر يده دافود وسليمان وأيوي يسف مسوهر وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونسلوطة وكلا مفضل على العالمين ومن آبائهم ذرياتهم وإخانهم وجدبيناهم وهديناهم إلى صراطهم مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين أطيناهم الكتاب الحق مع النبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وفكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين أحد الله فبهداهم وقتده قل هل قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكران العالمين وما قدر الله حق قدره إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا هدا للناس تجعلون فقراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وأولهم ثم لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم لغهم في خوضهم يلعبون وهذا كتابنا مثل الله فبارك ومصدق الذي بين يديه ولتمذرهم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهم على صلاتهم وحافظون ومن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو قال أوحي إلي رمي أوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذن ظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا هوني لما كنتم نقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناك أول مرة وتركتم أخولناك وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تغطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإسباح وجعل الليل سكنا والشمس والغبر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتحدثوا بها في ظلمات البدر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقروا ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ودانية وجنة من عنابي والزيد ثمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء أرضين خلقهم أخرقوا له بنين براتهم بغد علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأب الصار هو يدرك الأب الصار وهو النطيف الخبير قد جاكم بصائر من ربكم فما نبصر فلنفسه وما نعم يفعليها وما نعليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات ليقولوا درست لنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما يشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم باكل ولا تسدوا لأن أدعون من دون الله فيسد الله عدوان مغدعين كذلك سينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آيات اللؤمنون بها قل إنما لا يات عند الله وما يشعركم منها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفدتهما بصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم اشتركوا في القناة